اشتركوا في القناة صباح الورد بلشت بحديث عن اللحوم المصنعة ما هي اللحوم المصنعة؟ يعني لما شفت أنا تفاجأت يعني اللحوم مصنعة كلها بدنا شوف شو دايحك بجوز تطلع كويسة بجوز تطلع مش كويسة صح؟ شو كنت نغني قبل اللعب الفاصل؟ كان في واحدة مها برم هاي اللحوم المصنعة وهس رح نستفسر من زميلتنا عن خاصية التغذية الرائعة عن اللحوم المصنعة صحيح صباح الخير صباح الفل هلأ اليوم رح نحكي عن اللحوم المصنعة اكتشل ان حكيت عن اللحوم المصنعة بفقرة دنيا دنيا بس لأسف الوقت ما كان كافي فحبيت انه نحنا نوضح للأشخاص المعلومات بشكل كافي عشان يصير عندهم وعي عن الموضوع بشكل كامل هل هو جد صحي هل هو غير صحي وكيف أنا بقدر اخذه بالطريقة الصحيحة طبعا احنا ما بنقدر ننكر ان اللحوم المصنعة بتفوت بالعديد من الأغذية اللي احنا منتناولها إن كان على شكل معجنات إن كان على شكل سندويشات ممكن تنعطة للأولاد إن كان على شكل فطور يومي في كتير أشخاص بتحبز انها تاخد اللحوم المبردة بالإضافة انها بتفوت بالبيزا كمان وبالأشكال المتعددة من والصرطاط وكله صحيح فبتتفوت بالعديد من الأغذية اللي احنا منتناولها هلأ عادة في عندي مواد تضاف على هاي اللحوم لتحفظها لفترة أطول من أهم هاي المواد اللي تضاف اللي هو السوديوم نايترايت اللي هو نترات السوديوم تضاف هاي المادة لثلاث أسباب أولا بتحافظ على اللون الأحمر واللون الناصع لهاي اللحوم فبنشوف أنه لونها بالضبط بيظل محافظين عليه لفترة أطول ثانيا بتمنع تأكسد الدهون الموجودة بهاي اللحوم فبتعطيها طعم بطريقة أقوى وثالثا بتمنع نمو البكتيريا الضارة اللي بتكون موجودة بهاي اللحوم فأكيد بتمنع التسمم الغذائي خاصة أنه إحنا هاي اللحوم نستهلكها بدون طبخ فإحنا ما منقدر نتخلص من البكتيريا إلا عن طريق المواد الحافظة الآن إحنا ما منعرفوا أنه السوديوم نايترايت استعتبر آمنة للاستهلاك خاصة أنها تستخدم بسماد للعديد من الخضروات والفاكهة فإحنا لما ناكل خضار وفواكه أردي بتحتوي على بزف نترات السوديوم ولكن المشكلة باللحوم المبردة إنها أولا مضافة بكمية كبيرة ثانيا لما إحنا نعرض هاي اللحوم لدرجة حرارة مرتفعة بتتحول هاي النترات السوديوم إلى النايتروزامين أو الـ N-نيتروزو واللي هي ما وعد كيميائية دقيقة 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 يعني هسا أوكي هسا مثلا لو بدأ جيب النقانك هذو لقد طحن وأقلي ما حنجوز بيت صارت مضارها أضعف يعني لأن تحولت أنا كده ميت أنا كده ميت أشف غادر طايف ستي الله يرحمك شو بصير لما نقليها أو نعرضها الحرارة لها بتتحول هاي النترات نترات السوديوم إلى الـ N-نيتروزامين اللي هي تعتبر مادة خطرة على الجسم سبب رئيسي بالإصابة بسرطان المعدة القولون البروستات والثدي هي التعرض بشكل كبير للـ N-نيتروزامين بنسبة عالية الآن الـ N-نيتروزامين كمان بيظهر بطرق غذائية مختلفة ومن ضمن هاي الطرق الغذائية لما نحن نعرض أي نوع من اللحوم لدرجة حرارات مرتفعة يعني الألي بيعرض هاي اللحوم عادة لدرجة حرارة مرتفعة أو اللحوم المختلفة فإحنا بنخاف من هاي الطرق الغذائية لأنه نحن أولاً بنخاف من الـ N-نيتروزامين تائنياً الطرق اللي بنستخدمها للطبخ مرات بتكون خاطئة طب الرياضيين دايماً مثلاً بيقولونهم تاكلوا صلطة يكون فيها التير كده صح صح هلأ رح نحكي شو الفائدة أو شو الفكرة من وراء هاي اللحوم عادةً إحنا لما بنعمل دراسات على الأشخاص اللي بتستهلك لحوم مبردة بنسبة عالية بنشوف أنه هاي الأشخاص عادةً تميل إلى النظام الغذائي الغير صحي فالدراسات اللي أثبتت على الأشخاص اللي أخذوا لحوم مبردة هن عادةً أشخاص أولاً نظام الغذائي غير صحي تانياً بيأخذوا النسب قليلة من الخضار والفاكهة فعشان هيك بنشوف أنه عندهم أمراض مزمنة بنسبة عالية فبنشوف عندهم أمراض القلب بنشوف عندهم أمراض الرئة مرات بنشوف عندهم ارتفاع في ضغط الدم ومرات كمان بنشوف عندهم سرطانات مختلفة ولكن هذا ما بيكون بس بسبب اللحوم المبردة ولكن بيكون بسبب النظام الغذائي الغير صحي هذا من الضبنها بالضبط والروتين الحياتي الغير صحي ولكن الدراسات بتثبت إذا نحن بناخد اللحوم المبردة بكميات معقولة يعني عم نحكي عن 120 جرام إلى 150 جرام بالأسبوع الواحد واللي هي كمية مليحة على فكرة كمية كبيرة إذا نقارنها بشرحات التركي أو المرتدلة أو الهوتدوغ بنشوف أنه هاي الكمية وتعتبر آمنة على الشخص وما بتأدي إلى الأمراض المزمنة اللي ممكن أنه نخاف منها لكن مش مفتوز التركي أصبح معالي مرافعات أه لا لا سريع بالعكس بالعكس أه الحاجات دي كمية كمية مش بأكلوا أنا ما بأحمة يعني مش الصوسش والتركي لا البيضة يعني أوكي الحبتش لحمة البيضة حلق هو يعتبر آمن الشغل الوحيد اللي بتكون مضافئ له هي النترات الصوديوم اللي حكينا عنها بالإضافة للنسبة عالية من الأملاح لتحفظ هاي اللحوم لفترة أطول تعرضنا الغذائي أو تعرضنا اليومي للنترات السوديوم يعتبر آمن لأن الجسم والكيلة بيقدر أنه يتخلص من هاي المواد الكيميائية اللي الجسم بيتعرض لها ولكن شريطة أنه نحنا ما نعرض نترات السوديوم إلى درجة حرارة مرتفعة يعني بكلمات أخرى إذا نحنا عم نستخدم التركي يفضل أنه عدم استخدامها أولا في أي شيء ساخن مرات الناس تعمل بيض مع تركي مع جبنة بتكون درجة حرارة عالية فهي يفضل الامتناع عنها أو أنه نحنا نحطها بالتوستر لفترات يعني بلا منها الحركة بلا من نحطها ساخن الخبزة بعدين نحطها بالضبط لفترات طويلة وكمان الأشخاص اللي بتسخن سندويشاتها بالمايكروويفي يفضل أنه نحنا نشيل اللحوم المبردة قبل تسخينها في المايكروويفي بعدين نرجع منظيفها فهيك أنا بحصل على القيمة الغذائية وبابتعد عن الأضرار الغذائية ولكن ما بنسى أنه نحنا نحدد الكمية اللي نحنا عم نستهلكها ما تكون الكمية مفتوحة ما بتفرق لحم أبيض أو لحم أكيد كل ما كان اللحم أبيض أكثر كل ما كان المواد المصنعة فيه أقل بالإضافة أنه كل ما كان نسب الدهون فيه أقل فاللحوم البيضاء مثل صدر الحبش اللي أنا جايبته اليوم هو بيختلف عن المرتدلة لأنه هو نسب الدهون اللي فيه أقل وعادة هاي كولا جابتها بالزيتون منقية يعني أصح حاجة بدول هي التر هي بالضبط صدر الحبش بعدين منيجي للمرتدلة بعدين منيجي للمقانة أنا عملت فقرة كاملة طيب أنا احضروها طيب البسترمة من ضمن هاي الشغلات يس البسترمة لأنه هي كمان تعتبر من اللحوم اللي مرات بينشفوها أو مرات سموكت مرات بيدخنوها ومرات البسترمة بتكون محطوط عليها طبقة الملح اللي هي بتعطيها احفظها لفترة طويلة فعادة بس محتاج مواد حافظة هلأ ما فيها مواد البسترمة بنعلقها كده صح بعد ما بنغلفها بالتغليفة دي ما بنحط لهاش مواد حافظة صحيح بنشوفها في الهواء بنشوفها بالهواء بعدين بنغلفها بالملح طيب صح هلأ هون مرات بنخاف من زيادة الملح لأنه زيادة الملح مقرونة مع ارتفاع في ضغط الدم بالإضافة لزيادة ظهور البكتيريا الحلوزونية في المعدة اللي بتأدي إلى التقرحات المتعددة فبحالات البسترمة هي تعتبر من اللحوم المبردة بس احنا ما بنخاف منها من المواد المضافة ولكن بنخاف منها من ناحية الملح لأنه الملح عادة مقرون مع ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالبكتيريا الحلوزونية بنسب أعلى طيب جبنل ركفور أخبرها ايه؟ الجبنل؟ البلوتشيز اه البلوتشيز على فكرة البكتيريا والفنقس اللي موجود فيها يعتبر بكتيريا وفنقس نافعة يعني فطريات وبكتيريا نافعة ورح أككي عنها رح ان شاء الله المرة جاي بركي بنحكي عنها ببغيت ما تحكي عنها نأكل منها عادي اه كل منها صحتين والوداد عالية الدهون عادي هي عالية الدهون أكيم يعني البسترمة قبلهم قبل الحبش نفس بتلملح اللي فيها شوية عالية لا تيجي بعد صدر الحبش يعني الحبش أقمن برح الحبش لسه بضل أقمن من البسترمة نوك الحبش هذا الزمان مقطعينو؟ يعني غير صالح الاستخدام اليدمي غير غير صالح غير صالح الاستخدام اليدمي طيب راند يعطيك ألف عافية الله يعافي شكرا للمعلومات القيمة ايضا احنا رح نطلع لفاصل وبعد الفاصل رح نرجع نكمل مع الكوسون اكيد مع الشف غادة ترليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة